مرحبا على إقامة ذكرى هو إيقاظ مرأ أيضا هو ذكرى لأبطال الشهداء ليقلدوهم الأجيال القادمة والآن يتقدم الأمع مارس شي جينبينغ والأعضاء الآخرين لحضور مراسم تقديم فقط الزهور لأبطال الشعب والشعب لن ينسى أبدا فالذي يضحوا بحياتهم هو ذكرى الوطن وإذن روح ودافئ مستمرة لأي دولة في تاريخ واليوم يشترك في هذا المراسم وقادة المسؤولين من الحزب والحكومة وعددهم إجمال تقريبا ألف وتمانمائة شخص كاميرا هناك كاميرا في الدكتور سبق كحفلات لذكرى تاريخ لفتح مستقبل مشرق فإلى حد معين لذكرى روح المعنوية لأبطال حيث يقرر مستقبل وتقدم الأمة فندكر روح المعنوية لأبطال الشعب لعدم نسيان لذكرى حولي الأبطال ليقدم الأجيال الجديدة مساهمات أكبر في المستقبل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تقدمونا بخطوات عسكرية اشتركوا في القناة 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 جون جون واليوم اليوم يوم قولة لذكرى الأبطال السهداء فنكون هنا لإقامة مراسم لتقديم بقاط الظهور لأبطال الشهداء الآن يبدو المراسم ولننشد النشيد الوطني لجمهورية الصين الشعبية ثم يوم قولة لذكرى الأبطال الشهداء فنكون هنا لذكرى الأبطال الشهداء فنكون هنا لذكرى الأبطال الشهداء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 الحزب والحكومة حول النصة أو حول نصة تسكري بأبطال شعب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة المسؤولون والممثلون من مختلف الجهات للحزب والحكومة والمنظمات الجماهيرية والشعبية اشتركوا في القناة موصل الخريف إلى الحدود عند ذكرى 71 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية متذكر هنا المساهمات لأبطال شعب ونقف بكل حزب وفي تاريخ طويل وعريق الصيني في كل فترة من تاريخ يظهروا مثل هولاي الأبطال هم دحوا في حياتهم لأجل انتصار لأجل قضية الشعب في العصر القريب كل الشعب الصين من فترة الانتهاد والاعتداء من إلى العصر الجديد يستمر نضال مكافحة الشعب الصين ضد العضوان الخارجي ويجد استقلال ومن أجل اتفاع عن الجبال وأنهار وأراضي المخدسة للوطن فالشعب الصيني يقف بكل حزب ينادنون متحدين بأجل إنقاذ الوطن في ذلك تاريخ وعانوا بنفس المعامات وبعد تحرير جمهورية الصين الشعبية حتى مرحلة إسلاحها وإنفتاحها فيستمر نقل هذا روح المعنوية جيلا بعد جيلي انتشار تفشي الوباء عاد الوطن إلى فترة الصعبة وفترة صعبة وصفوف أشعب يتحدون بأجل مكافعة تفشي الانتشار فكل التنفيلات بس نحن من صفوف الحزب يجب أن نتقدم في الجبهة بأجل حياة المواطن من أجل السيطرة وتحكم على تفش الوباء لم يكن هناك أبطال سقط من السماء مباشر هم جاءوا من صفوف أشعب ففي هذه المعركة تكون مكافعة الانتشار فهم تعحوا بحياتهم أيضا لأجل إنقاذ حياة الشعب فتمثيلا لأمل ومستقبل الومة أبطال جاءوا بسفوف شعب و يضحوا و يساهم شعب وأمام المخاطر البطانية هناك ألاف مئة الألاف من الأبطال يتقدمون فعدد لا يحصى إن الأبطال لم يكن اسمهم مكتوب على النص ولكن على النص ولكن يبقى في قلوب الشعب خالدة موسيقى 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 والتاريخ سجل المساهمات ويبقى مستمرا ويسمر جيلا بعد جيلا واليوم نقف في فترة ذكرى موسيقى المساهمة المساهمة موسيقى المخاطر والصعوبات موسيقى 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 موسيقى